العواف عايز مني ايه يا عمدي انت جنبك اللي عايز اهمي البيت بيت ميه ايه هنستابل ايه ولا ايه البيت فاطمة تتحجم عليها ليه انا ما تهجمتش على احد لا تهجمت عليها انا كنت راعة اشوفي اولاد هي بذات نفسها قالتلي انت تهجمت عليها واني بقى بما ان خطيب هي من حق غير عليه وبما ان العم دي من حق احبسك بتهمت ان انت بتتهجم على الحريم في ديارهم وهم امينين تاني مش كفاها لحد هني عايز مني ايه تاني يا عتمان ايه يا والد عتمان كده اهو شاهد يا شيك مبروك ايوا شاهد داني حتى لو ما جفتش حاجة شاهدي عم اختيش يا عدم العلم مالوتلام انت في حضرة العم ده بذات نفس بعد اذنك عم الشيخ انتي اختيش انتي واسكت ومالكش صالح بالموال دي قول لي يا علي كنت بتعمل هناك ايه نقول من تاني كنت رايح اشوف الولاد اللي هم عيالاني عيال ايه يا بو العيال واني برضه هيخيل عليا الكلام دي كنت بتعمل ايه هناك يا علي مصمم تعرف يعني ايوا ماشي كنت بتهجم علي ايه قل لك ايه في قدنك يا عمد ما تستنى يا مبروك التالي لا ما استنيتش يا عمد لا استنى ايه ما انا نازم اعرف افغل دي يعني لو قدر الله اطلبت للشهادة عشان لما اقول كلمة ابقى بقول كلمة مظبوطها يا عمد شوف يا عمد ايه انا حاس ان الواد دي راح يشوف عياله ام تهيه منعيته ام هو اتشد عليها وتحصر عليها فاتهجم عليها صح يا ده ابو العيلا ولا لا؟ ده صح الصح يا بو الشيوخ انت يا مبروك بالقاوي يلزم اياته خدمة تاني يا عمد الكفرة بو شوكي اسمه عواد انت يا غلبان بالقاوي انت لو هوبت يا امت فاطمة تاني ينفع عمرك قلت ايه بقى قلت يا ريه مهني خلاص ما عادش عندي حاجة ابكي عليه حتى عمري اللي بتحكي عليه دي اهو راح يلزم حاجي اتني ولا امشي لا اتنك ماشي العواد يلا وانت قبل تصغرلي كده ليه امشي يلا شوف وراك ايه يلا حاضر يا ابني البولغة يا ابو العيلة ايه هو قال لي ايه في ودني قالك انه كان بيتهجم عليك لا قررح اشوف العيات ايوا يا عمد قررح اشوف العيلة اني سامع بوداني مش عياله هناك ايوا يعني انت عايزة ايه يا بيتي يا حمدي بيت تفي من بؤك يا اختي قال بيته قال اني ياختي من يوم خرطت البنات ما خرطني وانا في بيت العدل ايوا يا حبيبتي زمن البطوتية خلاص اللي راح راح يا قلبي وشكويتك لله اني دلوقتي الستة حمدية واني مش فاهمة منك حاجة خالص هاتي من الاخر يا بيت بقولك ايه نفسي في حتة لحمة داني لاحسن اكل التير بكاني واقولك يا بيت على حاجة خلي بالك اني بقولي اللي على لساني واللي مش عاقبه يروح وينساني اه الستة حافيزة الغلوية السريمة غلوية يا بيت كده من ناحية الستة روية الستة بتاعتك منعتني قاجي سريمة يا بيت وبتغل في نفسها من ناحيته ايوا بس انا بقى قلت ايه لحافيزة ولا غيره دي كده كده يا بيت بخيله جلدي فانا قلت اقصر كلامه وقاجي اخد حتة لحمة ياختي ابر العيال وابو العيال ياختي الستة ندرها كتيري ابيعادي علينا ندرك جاي واني بنفسي اللي عشلك نصيبك بس كده عارفة يا بيت الخرفان بتترمى تحت رجلها بتماء ماء ستر يا رب اني بقى الخالف ده بالذات عايزة منه حتة اختي اللهوه اكبر اللهوه اكبر اذا استثباتس يا ناس ماشي على الارض ازازة شربات ورد يا ناس ماشي على الارض اللا قتيل اقولك بس في سرك ستة حفيزة غلول سرامه منك سرق مبتقى الكيش عارفة منتي ستت الحتة كلها ايوه ولما تيجي سرتك تولع اللهوه اكبر اللهوه اكبر خمسة وخمسة في عيني اللي يشوفك ولا يصليش على النبي ازاك يا حمدية وزاك جوزك وأولادك يبوسوا ايدك يا حبابتي يلا يا بتاح انا نخش يلا جبلها شوية لحمة وحتة فتة من جو بقولك اه يا حنان يا ريتي الكراكيب وم المرة منبار عشان اعمل يعني احشي لابو العياء بيحب المنبار قوي احشي واجبلك حتى يا ست قوللي يا حمدية انتي أختي مش ناشيتتلم شوية قول لي يا لهوه يا مستهوي يا خربي يا عرابي ليه بتقوللي البقء ديه ليه عملتلك ايه يا ست عشان تقوللي كده وتصدميني فى وشي بالكلام دي عملتلك ايه دانا وحدانية ومكسورة ومقطوعة من شجرة والشقة في البيوت مغلبني وتعبني أوه يا بيت تكوني فاكرة أنها نايمة على وداني اتلمي شوية يا ولية علشان جوزك وعيالك إذا ما كانش عشانا ويا ستي باشا نخاطر ربنا حكا يلا يا بيت يا حنان شهالي ليه كده ليه كده يا ستي ليه كده تقوليلي الكلام ده لا ليه ده أنا حتى بحبك ده أنا حتى وحدانية ومقطوعة من شجرة يا ستي ليه كده أقولك يا ستي أقولك أني أنا يا ستي مش خاينة وصاحبة صاحبي وببقى على العشرة وعمري ما زعلت حد مني يا هي يا رب يا أنا بقول لها آآ بقول لها زيست سباتيس وهي ما حصلتش يزير في شربة مية قال ستة حافيزة ستة حافيزة برقاب مدي ايدك يا حمدي تأخذ اللي فيها وتجي بيها يا بيت تدي حالة نحاس صاهمة؟ يعني يا أختي حالة الملك فاروق ما حالة زي بقيت الحلال هاتي كما أنت اللي يروح عندك ينقل عليه يا رحمان يا رحيم البسي بالعافية أعودي بالعافية يا ستي وانتي ياريت تلبسي وتعودي معاه تلبسي هو أعودي انت قبطو ليه إيه؟ أهو تلبسي اللي تلبسيه وتعودي يا حبيبتي في أي حتة تحبيها وان شاء الله حجبلكم فرقة فرقة حصاب الله تزفوكم ايه ده؟ لا يا أخوي الكلام ده ما يمشيش معاي أنا لازم أن زفتي تبقى من أول البلد لآخره ولازم أن الكل يمشي فيها نسوان البلد ورجالتها وحتى عيالها الزغيرين ايه واما ليه؟ ولازم أن يفضلوا يزغرطولي والزغيرين تحوتني من كل جاهة يا كده يا عمدي يا إما ملكش عندي جواز وليه ده كله ليه؟ ليه؟ حيكون له يعني هو أنت يعني عايز تتجوزني كتامي لهو أنا كنت عاملة عاملة ولا عاملة عاملة وبعدين إذا كنت فاكر نفسك هتشتريني بالحلق اللي انت جبتهولي ده؟ لا يا حبيبي دهي أواحدة ويبقى الحلق بين إيديك يا بنت مش قصدي أنا أعصب بس يعني إيه؟ لازمتها إيه الزنبالاتها والزغيتها والمصاريف دي كلها شوفي ليك علي روح اسكندريا يومين هناك بقى عاملين زحلاقة وفي جنبي منها زفلاتك أنا بقى لي يا شو نزافلة أنا وانت في الزفلات إيه رأيك؟ لا يا أخوي أنا ميلزمنيش الكلام دي أنا لازم الفرح يبقى صباح إيوا أمال إيه؟ طيست بقوز لي اليوم اللي أنا استنيته طول عمري؟ صحيح يا بيت أنت مستنيها اليوم دي؟ إيوا طبعا مستنيها ومستنيها كمان على أحر من الجامر يلا بقى يا عمدي عشان ما نتأخرش عزك تروح تتفق على لوزم الفرح وبالمرة تبعتلي نظيمة يعني عشان تزبطني وكده عشان الليلة الكبيرة أعرى ما كنتش بحبك وبعدوفي كده والنبي اللي فقال بكترب كتير ومسي روح يبن مع الليان يلا بقى يا عمدي يلا عايزة الناس كده أول ما يشوفونا جنب بعض يقولوا يا سلام يا أولاد ده كأن عمدتني أول مرة يتجاوز وله كأن ما فعلا دي الحقيقة أول مرة حتجاوز إيه؟ أم الحافظة دي تبقى إيه؟ دي كوبة بعيد عنك دي واقعة سودة دي قطعة يتخلفة من أول ما شفتها صدق بالله أنا سعب أكون نايم كده وعطشان نفس أقوم أشرب بقى مية بخاف أقوم أشرب لتطلع لي في الظلم يهجتك إيه يا عطوم إيه؟ شرباء شوف هي ساعة زمن وكل لوازم الفرح تكون جاهزة والليلة صباحي زي ما انت قلت بس بقولك إيه؟ شوف كده كلمة دلع تانية كده غير عطمة وعطومة دي أنا مش شايف منها حاجة بس كده عناية الاثنين انت بس تقول حضر يا عطوم تاني دي لزقت خلاص بقى يا عمدي حنلاقي له حل الموضوع دي هو بقى موضوع سلام عليكم